برنامج مع السلطة نستضيف في هذه الحلقة المهندس محمود العمري مدير عام مكتب شؤون الغاز بمحافظة شبوة للحديث حول طبيعة عمل المكتب وإدارته وسير العمل فيه وأبرز المهام والأنشطة التي يقومون بها فمرحباً به وبكم نرحب بالأخوة في مكتب الأعلام بمحافظة شبوة على إتاحة الفرصة لنا عبر برنامجهم برنامج مع السلطة شاكرين جهودهم لإيصال صوت السلطة إلى المجتمع الشبواني نحن في مكتب شؤون الغاز بمحافظة شبوة مكتب يتبع وزارة النفط والمعادن بحسب قرار الإنشاء رقم 4 للعام 2008 لهذا المكتب مهام وأختصاصات عديدة أهمها التنسيق والتواصل ما بين السلطة في المحافظة وديوان عام الوزارة مع الإدارة العامة للشركة اليمنية للغاز المسال كذلك المتابعات الميدانية لمشاريع الشركة اليمنية للغاز المسال في محافظة شبوة تتعدى مهام وأختصاصات مكتب شؤون الغاز التنسيق والمتابعة إلى عداد الخطط والدراسات والترويج للمشاريع على مستوى محافظة شبوة في مجال الغاز حاليا في مكتب الغاز يتكون المكتب تقريبا من عشر إدارات في المكتب أهم هذه الإدارات الموجودة في أغلب فروع الوزارات إدارة المالية، شؤون الموظفين، إدارة الفنية، خدمات وصيانة وكذلك البشتريات وأهمها التي نعمل فيها حاليا هي إدارة الغاز المنزلي هذه الإدارة، إدارة الغاز المنزلي حاليا تعمل بالإضافة إلى اللجنة الإشرافية للغاز بالمحافظة المكونة من مكتب الغاز ومكتب التجارة والصناعة والسلطات المحلية بالمديريات قمنا في مكتب شؤون الغاز خلال السنتين الماضية ومنذ تولينا مهام المكتب على تفعيل الدوام الرسمي في المكتب وذلك بعد وجود مبنى لمكتب شؤون الغاز مبنى حكومي فمن خلاله فعنا الدوام الرسمي وتفعيل جوانب حضور المنظفين وانصرافهم من خلال ذلك سهل وصول المواطنين إلى المكتب والاستماع لشكاوى المواطنين في الملفات التي نعمل من خلالها ملف أو مشروع الغاز المنزل بالحاف وكذلك شكاوى المواطنين في مجال الغاز المنزلي الذي يعتبر بصورة يومية نستقبل الشكاوى من المجتمع الشبواني وكذلك من السلطات المحلية بالمديريات ونحاول أن نوجد حلول لأغلب المشكلات الموجودة حاليا كما نعرف أن الغاز المنزلي الواصل لمحافظة شبوى يتم استيراده عبر الشركة اليمني للغاز ويكي سي صافر من مارب يصل من مارب ينقل عبر قواطر الغاز إلى ثمان محطات في محافظة شبوى ثم يوزع إلى الوكلاء في الأسواق في شبوى يتم الإشراف على هذا الغاز في محافظة شبوى من خلال اللجانة الرئيسية للغاز واللجانة الفرعية بالمديريات من مكتب شؤون الغاز ومكتب التجارة والصناعة وكذلك السلطات المحلية بالمديريات الكميات الواصلة لمحافظة شبوى هي كميات قيلة جدا وتم اعتمادها بناء على إحصاء 2004 عندما قمنا بمتابعة الكميات الواصلة خلال 2021 وجدنا أن هناك معدل 63 مقطورة تصل إلى المحافظة خلال شهريا 63 مقطورة شهريا خلال العام 2021 ونحن نحتاج في الحد الأدنى من 20 إلى 30 مقطورة بالإضافة إلى الكميات السابقة شهريا لتغطية احتياج المحافظة جلسنا مع الأخ المحافظ الشيخ عوض بالوزير العولقي الأسبوع الماضي وتناقشنا معه عن ملف الغاز المنزلي وأطلعناه على مشاكل الغاز المنزلي وأوعدنا بحل الإشكاليات العالقة وكان من أهمها مشاكل عدم وصول القواطر المعتمدة قاطرة الخدمات للمطاعم في عاصمة المحافظة والقواطر البحسوبة على المحافظة وهي تصرف خارج المحافظة في حدود محافظة شبوة أوعدنا بمتابعة هذا الملف تواصل الأخ المحافظ مشكورا مع إدارة الشركة اليمنية للغاز صافر وأبلغنا مكتب محافظة شبوة بتجاوب الشركة اليمنية للغاز واعتماد القواطر التي تم طلبها في الاجتماع مع المحافظة ترجمة نانسي قنقر أبرز التحديات التي تواجه مكتب شؤون الغاز في حفظة شبوة هي عدم وجود موازنة مركزية للمكتب التساع محافظة شبوة وصعوبة الوصول لأغلب الأماكن في المحطات في المحافظة كذلك ملف الشائك هو ملف تهريب الغاز نبدل جهود بالإضافة للمؤسسة الأمنية ونسعى إلى منع التلاعب بالغاز داخل الأسواق ونعمل أن نتغلب على ذلك مستقبلا بالنسبة للخطة الاستراتيجية لمكتب شؤون الغاز مكتب شؤون الغاز يعتبر استغلال الغاز في المنشآت النفطية داخل محافظة شبوة هو هدف استراتيجي لبناء مشاريع بنية تحتية للمحافظة فهناك غاز يهدر في شركة أومفي العقلة وكذلك الوزارة تعتزم اليوم تشغيل مشروع جنة هانس وسيتم إحراق الغاز الموجود فيه وهو كميات مضاعفة لما هو موجود في شركة العقلة لو نركز على ما هو موجود في شركة العقلة فيتم إحراق 60 مليون قدم مكعب يوميا في الوضع الطبيعي عن تشغيل شركة أومفي في الوضع الطبيعي ف60 مليون قدم مكعب يحرق من 98 إلى يومينا هذا كان الأولى استغلاله واستثماره حتى يعود الفائدة على المحافظة وعلى الوطن بصورة عامة فمن أهم المشاريع التي ستبنى من خلال الغاز الذي يحرق محطات الكهرباء التي تعمل بالتروبينات الغاز التي تعمل الغاز كذلك وحدات معالقة وفصل الغاز الالبيجي لكوة بتروليوم غاز الغاز المنزلي يعني كذلك ممكن مصارع البتروكوميويات ممكن تستثمر من خلال الغاز الذي يحرق في محافظة شبوة فهذا هو هدف استراتيجي وفروض أنه يكون المكتب شؤون الغاز وللسلطة في المحافظة ولا بد أن يعكس للسلطات العليا ختاما لا ننسى أن نشكر بداية للأخوة في مكتب الإعلام على إتاحة هذا الفرصة وعلى الجهود التي يبدلوها خلال السنوات السابقة كذلك شكر لقيارة السلطة المحلية ممثلة في الشيخ عوض بن وزير العولقي ولجان الغاز اللجانة الرئيسية ورئيسة الأمين العام السل عبد الرب هجلة واللجانة الفرعية بالمديريات وكذلك الأخوة في زملائي في مكتب شؤون الغاز وزملائي الآخرين في مكتب التجارة والصناعة فهؤلاء هم فرق العمل التي نعمل معهم وأي نجاح وأي جهود تبذل هي من خلالهم شكرا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر شكرا